اهلا بكم في فيديو جديد وخبر للاسف مأساوي جديد. في قرار تاخذت شركة جوجل بقيقاف جميع خدمات جوجل عن هوادف الاندرويد التي تعمل بنظامها في تركيا يعني اي حد معا جهاز بيعام نظام الاندرويد في تركيا مش هيجيله اي تحدثات. وده فعلا اللي اثبته واي قناته واكدته بصحيفة خبر تركيا اليومية انها قالت ان فعلا تم ايقاف جماعة خدمات جوجل وان اي جهاز بيعمل بنظام الاندرويد في تركيا مش هيوصل له اي تحديثات. وغير ان هيأثر على الاجهزة اللي نزه في المستبل. هيتوقف عنها جميع خدمات جوجل بما في زلك متجر جوجل ومحرك البحث جوجل وكزلك اليوتيوب وكزلك جيميل وكزلك خرائط جوجل غير تطبيقات جوجل كلها. انا سام واحد بيقول لي طب ايه السبب هي جوجل شايفة نفسها ولا ايه? ده لسه ما فقيتش من مشكلتها هو وتلح تعمل مشكلة مع تركيا? بص يا معلم هو قولك انه يعتبر تركيا هي اللي بدأت بالمشكلة دي. لان هيئة المنافسة التركية اعلنت في شهر سبتمبر الفين وتمنتاشر بتغريم شركة جوجل ستاشر مليون دولار امريكي. اي ما يعادل تلاتة واسعين ليرة تركية. وده بسبب انتهاء القانون المنافسة. سام واحد بيقول لي برضو فهمش حاجة انتهاء القانون المنافسة ده. هقول لك ووضح لك اكتر. من سنة الفين وسبعتاشر هيئة المنافسة التركية بدأت بحس كده وتنخرب ورا جوجل. وتشوف جوجل بتشتغل ازاي. لان المنافسة جديدة جدا وجوجل واخد حس اكبر. هوسط لك اكتر الامور. شركة جوجل واخد اكتر من تسعين في المية نصيب او حصة من محركات البحث حول العالم. ده غير ان المتصفح الخاص بها اللي هو جوجل كروم واخد اكتر من ستين في المية من المتصفحات الموجودة في العالم. فبالتالي الموضوع او المنافسة صعبة جدا على بقى الشركات المنافسة. ويهي اللي خلى جوجل وصلت لكده. الفكرة كلها ان جوجل برضو عملت حركة كده زكية. ان هي استغلت النظام بتاع اللي هو الاندوريد. ونزلت على التليفونات تطبيقات الجوجل. اكيد لايزه ردامك محرك جوجل للبحث. وكذلك احدث الاخبار بتجيلك بتجيلك من محرك جوجل. فانت بالتالي تلقائيا كده هتفضل محرك جوجل في البحث اي حاجة عايز تجيبها تجيبها من محرك جوجل. فده بيصعب المنافسة على باقي الشركات. فده اللي فعلا قلته او عملته هيئة المنافسة التركية ده على اساس ان شركة جوجل هتتراجع عن قرارها وان هي هتبقى المنافسة افضل من كده. ولكن يعني انا شايف ان جوجل هي اللي بسك الاندرويد. فبالتالي يعني هي حرة بقى في اللي هي بتعمله. لان ده نظامها وبرمجاتها. انت بقى تقبل بالمنافسة دي. امين مش هتقبل انت الخسرات. ده من عشرة مليون ل 11 مليون هاتف بيتم بيعه في سوق التركية في كل عام. ده غير ان حوالي 95% من الاجهزة دي تبقى نظام الاندرويد. يعني كل الشركات دي سوقها هيقف بسبب قرار تخزيتها هيئة المنافسة التركية. وبالتالي شركة جوجل بعتت في رسائل الشركات وعن طريق الجيميل ان تضغط على وزيرة التجارة بالتراجع في هذا القرار. فلو تم التراجع عن هذا القرار هترجع تاني معاملة جوجل مع تركيا. لو لم يتم التراجع عن هذا القرار فاكيد ان الهواتف او الشركات اللي بتعمل بنظام الاندرويد هتتأثر تأثير سلبي جدير. على العموم اليوم بنا ونشوف هل وزيرة التجارة وهيئة المنافسة التركية هتتراجع عن قرارها ولا جوجل هتتراجع. انا عن نفسي عارف الاجابة. انت لو لك اجابة انزل قولها في تعليق. لو الفيديو عجبك وديك وزارة لك. تنزل تشارك في القناة وتعمل اعجاب وتفعل زر الجرس عشان تتابع كل جديد. وكالعادة اصدقائك ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.